توصلت الحكومة إلى صيغة توافقية بشأن نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان مع كافة الجهات المعنية ليصار إلى إرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره في وقت قريب جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القانونية الوزارية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الذي أكد أن نتائج الاجتماع تأتي تنفيذا لتعاهد الحكومة أمام مجلس النواب بإعادة النظر بالنظام الذي بقي عالقا مدة شهر أمين عمان قال إن الأمانة تجاوبت مع معظم المطالب التي تقدمت بها الجهات المعنية والشركاء في نظام الأبنية ما يمثل نقلة نوعية في تحفيز الاستثمار في قطاع الإسكان وتوفير السكن المناسب للمواطن بأسعار ملائمة كما أكد ذلك نقيب المهندسين فيما أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان أنه سيكون هناك تخفيض في كلف السكن وتنشيط القطار أولا نسعيدين بالتوافق مع كل الشركاء حول هذا النظام الذي سيؤدي إلى إن شاء الله خفض كلف الشقق بشكل يعكس كثافة أكبر وبالتالي انخفاض الكنفة وبالتالي قدرة الناس على شراء شقق وأيضا سينعكس على سوق العمل في هذا القطاع الهام جدا قطاع الإنشاءات بالتحديد قطاع هام للاقتصاد لأنه مدخلاته كلها تأتي من القطاعات الاقتصادية الموجودة منها مواد البناء وغير ذلك وبالتالي يرتبط في موضوع التشغيل الذي توليه الحكومة الاحتمام الأكبر وبالتوجيهات من جلالة سيدنا أن يكون موضوع البطالة والتشغيل هو أن يتصدى الأولوية بالنسبة لأولويات الحكومة